بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الثانية والعشرون تحت القصف والحصار الإسرائيلي في بيروت عام 1982 قمت في أواخر شهر آب من عام 1981 بزيارة إلى لبنان لكي أطبع الكتاب الجديد تجربة الثورة الإسلامية في العراق من 1920 إلى 1980 ثم كتبت أثناء إشرافي على الطباعة هناك كراسا من وحي صراعات المؤسفة الحادثة بين الإسلاميين ولا سيمة المعارضة العراقية في طهران بعنوان مشكلة النفاق في العمل الإسلامي محاولة الإنقلاب في البحرين وبينما كنت في لبنان سمعت باعتقال النظام البحريني لمجموعة من أصدقائنا البحارين وبعض الأخوة من الجزيرة العربية من القطيف وحوالي 70 شخصا وهم في طريقهم من إيران إلى البحرين بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري في البحرين وألقي القبض على بعضهم وهم يحتفظون بملابس عسكرية لاستخدامها في عملية الإنقلاب وتذكرت أن بحثنا في قيادة الحركة المرجعية التي تضم مختلف الفصائل العراقية والسعودية والبحرانية وغيرها في بداية ذهابنا إلى إيران موضوع الانقلاب العسكري الانقلاب العسكري في البحرين وقد طرحه السيد هادي المدرسي الذي كان هو يعني عالماً في البحرين ثم هجر منها أو طرد منها بالأحرام وقد اعترضت على العملية يومها من موقع الشك بنجاحها لأن البحرين في نظري ذيك الأيام ولا يزال طبعاً لا تشكل قلب النظام الإقليمي الخليجي السياسي والعسكري وإنما هي أشبه بمخفر صغير مخفر شرطة صغير وإن النجاح في السيطرة عليها لا يضمن القدرة على البقاء والاستمرار فيها في مواجهة ردود الفعل الخليجية والعربية والدولية ولكن قيادة الحركة في البحرين ممثلة بالسيد هادي المدرسي لم تبحث الموضوع ثانية في اجتماع عام أو أن الأمر كان يتم بعيداً عن العراقيين يعني مشت في طريقة دخلت قرارها وسارت فيه إلى أن سمعت بالخبر من وسائل الإعلام العامة وكان علينا التحرك من أجل إنقاذ الأخوة المعتقلين ومنع تنفيذ أحكام العدام بحقهم وتقرر أن يؤقد اعتصام تضامني معهم وإضراب عن الطعام في باريس من أجل إثارة الرأي العام العالمي وتنويه ببراءتهم وتكذيب الحكومة البحرانية في دعواها فذهبت من بيروت مع عدد من الأخوة الحركيين من هنا وهناك واشتركت في أعتصام باريس وذلك سنة 1981 العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 1982 وعندما عدت إلى لبنان كانت زوجتي على وشك وضع ابنتي الثانية فاطمة فانتظرت ولادتها في نهاية شهر أيار من عام 1982 حتى أعود معها إلى إيران ولم يمضي أسبوع على ولادتها حتى شن الجيش الإسرائيلي هجومه الكبير على لبنان وحاصر بيروت وأخرج المقاومة الفلسطينية منها وقد عشنا تحت القصف الجوي والبر والبحري أياما رهيبة كانت تسقط فوق رؤوسنا كل يوم أكثر من مئة ألف قذيفة من مختلف العيارات وفي ذات مرة قال أريل شارون أنه قصف بيروت بمئة وثمانين ألف قذيفة من مختلف الأحجام والأسوأ من القصف كان الشعور بالذل والهوان وسيطرة اليهود وتحديهم للعرب والمسلمين واحتلال عاصمة عربية دون أن يتحرك أي زعيم عربي للدفاع أو الرد وبدلا من ذلك كان الرئيس العراكي صدام حسين يستعد لترأس قمة عدم الانحياز في بغداد وقد انتهى من بناء القصور لاستضافة الرؤساء وكأنه في عالم آخر وهنا لجأت إلى الله تعالى أستوحي منه بعض الرؤى حول الموضوع عبر شفرة القرآن فخرجت لهذه الآية الكريمة التالية وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل أنهم كانوا في شك مريب الآية 54 سورة السبع ولم تمضي أيام حتى قامت طائرات إيرانية باختراك أجواء مدينة بغداد مما دفع صدام إلى الغاء المؤتمر بعد أن كانت كل الأمور تؤكد عقده في موعده المحدد الأمل بالإمام المهدي وفي الحقيقة إننا تحت الحصار الحصار الإسرائيلي لم نفقد الأمل نهائيا ولم نسقط تماما في هوية اليأس فقد كنا نعلق أملا كبيرا على ظهور الإمام المهدي المنتظر محمد بن حسن العسكري الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا وكان الإيمان به يشكل خشبة الخلاص بالنسبة لنا في المستقبل وقد عزز إيماننا به ما سمعناه فيما بعد عن قيام بعض الجنود الإسرائيليين بأخذ تواقيع من سكان الجنوب اللبناني المحتل الشيعة بأن الجنود لم يسيئوا إليهم شخصيا ولم يعتدوا عليهم وعندما كانوا يسألون لماذا تفعلون ذلك كانوا يقولون بأن نعلم بأن زوال دولتنا على أيدي مهديكم ولذلك نريد أن نأخذ وثيقة منكم ببراءتنا شخصيا لنبرزها له في المستقبل عند انهيار دولتنا ومجيء المهدي وكانت تلك خطة خبيثة من اليهود لتبرئة أنفسهم من أي اتهامات بتجاوزات غير قانونية أمام الأمم الممتحدة ولجان التحقيق باستغلال الثقافة الشيعية والبسطاء من الناس الحصار الإسرائيلي لبيروت والنجاة برحمة من الله تعالى استمر الحصار الإسرائيلي لبيروت حوالي ثلاثة أشهر وكان الحصار يضيق يوما بعد آخر حيث كانت القوات الإسرائيلية تدخل المناطق المختلفة من بيروت وتنزل سكان البنايات إلى الشارع ثم تقوم بتفتيش الشقق والبيوت بيتا بيتا بحثا عن الأسلحة ولذلك أخذ الناس في ظل الحصار يلقون بما لديهم من أسلحة في المزابل خوفا من الاعتقال والاتهام بالمقاومة وكان يوجد في بيتي في الشياح كمية من الأسلحة معدل التعليب للعراق فوقعت في حيرة بين أن أحافظ عليها وأواجه خطر الاعتقال أو ألقيها في الشارع كما كان يفعل الآخرون وفي هذه الحالة أكون قد فردت بأموال التنظيم وهنا لم يكن يوجد لدي أي حل سوى اللجوء إلى الله تعالى عن طريق الاستخارة فتوجهت إلى الله تعالى وطلبت منه أن يرشدني إلى القرار الصحيح فخرجت هذه الآية الكريمة فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 98 يونس ففهمت من الآية أن القوات الإسرائيلية لن تدخل محلة الشياح وأن العذاب سوف يرفع عن هذه المحلة ولذلك أبقيت على الأسلحة في البيت باطمئنان بعد ذلك بأيام حاولت القوات الإسرائيلية اكتحام الشياح من طرف حارة حريك ولما دخلت في شارع الغبيري نصب لها مقاتل حركة أمل كمينا فضربوا أول وآخر دبابة وانقضوا على الرتل بأجمعه فقتلوا منهم ما شاء الله ودخلت القوات الإسرائيلية بعد ذلك كل بيروت وجردت أهلها من السلاح ولكنها لم تجرؤ على إعادة محاولة اكتحام الشياح مرة أخرى المحلة الوحيدة التي نجت من الاحتلال في بيروت كما نجى قوم يونس من العذاب مغامرة العودة إلى الجنوب اللبناني وبعد احتلال بيروت خرجت إلى سوريا لبعض الوقت وتركت زوجتي وأطفالي عند أهلها في قرية حروف النبطية في جنوب لبنان ثم قررت العودة وأخذها إلى إيران وكانت الحرب لتزال قائمة في لبنان وعودته كعراقي تحمل مخاطر كبيرة وخاصة إلى الجنوب ولم يكن أمامي سوى اللجوء إلى الله تعالى أيضا واستخارته بشأن ذلك فخرجت هذه الآية الكريمة اتتمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت ثنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى آية 40 من سورة طاهة فشعرت بنوع كبير من الأطمئنان والثقة بالأمن وذهبت إلى قراج لبنان في دمشق لأخذ سيارة أجر إلى الجنوب فسألني صاحب التكسي ما هي هويتك وإلى أين ذاهب أنت فقلت له أنا عراقي وأريد الذهاب إلى صيدة في الجنوب فنظر إلي مستغربا وقال لا تسمع بالحرب القائمة هل تريد أن تخاطر بحياتك قلت له ما عليك على مسؤوليتي قال لي طيب ادفع مقدما واركب في السيارة وكانت العادة أن يأخذوا الأجرة في نهاية الرحلة وهنا يعني خشي أن أعتقل في نصف الطريق أو كذا وتذهب أجرته فقال ادفع الأجرة مقدما واركب في السيارة وهكذا صارت السيارة حتى تجاوزنا منطقة شتورة ثم صعدنا الجبل وكان علينا أن نذهب شمالا إلى بكفية والمناطق المسيحية ثم نعاود النزول جنوبا على الساحل لكي نتجنب جبهة ظهور الشوير الملتهبة بين القوات السورية والإسرائيلية وما أن اقتربنا من بكفية حتى أوقفنا حاجز مسلح لقوات حزب الكتائب وفتشوا السيارة وهوياتنا ثم طلبوا من السائق أن يفتح الصندوق الخلفي للسيارة وبعد دقائق عاد السائق لكي يعبر عن ندمه على حملي معه في السيارة كان متأففا يعني فقلت له لا تبتأس ولا تخف فقد استخرت الله تعالى وقرأت له الآية الكريمة اثمشي أختك فتقول هل أدل لكم على من يكفله فتعجب جدا وقال أشهد بالله لقد كفلتك الآن عندما سألوني في الحاجز أن أفتح الصندوق إذ أنهم سألوني عنك وقد تكفلتك بنفسي من هذا الذي العراكة الذي معك فيقول أنا تكفلتك الآن فقلت له إذن لا تبع لي وواصل طريقك باطمئنان ومشينا أو مررنا بحواجز كثيرة لمختلف الأحزاب المسيحية اللبنانية عند كل قرية حتى وصلنا إلى مشارف خلدة على مشارف بيروت يعني وكان يقطع الطريق حاجز إسرائيلي رئيسي كبير فسألوني عن هويتي وعندما أبرزت لهم هويتي العراقية أشاروا على السائق بل إن أطافي سارا والدخول إلى مقر الاستخبارات العسكرية وكان معي في السيارة عائلة السيد علي بدر الدين رجل الدين اللبناني الذي كان قد توسط بين النظام العراقي والسيد محمد باكر الصدر ثم أغتيل في لبنان وعائلته زوجته كانت عراقية عادت من العراق إلى لبنان مع أطفالها وهناك في مقر الاستخبارات العسكرية بدأ التحقيق معي مرفقا بكل أنواع التهديد والوعيد والسؤال عن الهدف من زيارتي شيء غريب كان عجيب يعني وعن المخربين بين قوسين كانوا يسمون الفتح أو الفلسطينيين مخربين أن أين يكمن المخربون وأنت جاي تتصل بيهم الذي أعمل معهم الذين أعمل معهم وعن مخازن الأسلحة التي خبأها الفلسطينيون وما إلى ذلك من أسلحة من أسئلة عسكرية يعني وكان القتل والاعتقال والتعذيب في ظل الحرب أمر عادي جدا للقوات الصيونية يعني يقتله واحد مثل شربة مي كما يقولون وكان من المفترض أن أرتبك وأرتعد أمام المحققين الإسرائيليين في ذلك الظرف هو لكنهم بدأوا أمامي كممثلين يثيرون الابتسام والصخرية كنت أضحك فعلا حقيقة ولم تطرف لي عين لأني كنت مطبئنا إلى وعد الله تعالى بالنجاة والعودة بسلام بإذن الله ورجعت على قدر يا موسى وكنت أجيبهم بهدوء أعصاب غريب أثار دهشتهم ودهشتي أيضا وكانوا يمسكون بيدي وينظرون في وجهي يتأملون ليتأكدوا من نبضي وبعد ساعة من التحقيق والتهديد والوعيد لم يكن أمامهم إلا أطلاق صراحي فذهبت إلى الجنوب وعدت بأهلي إلى بيروت وحاولت دخول الشياح فلم أستطع لأن الطريق كانت مغلقة لأن الطرق كلها كانت مغلقة فنزلت ضيفا عند عديلي حمزة عياش في برج البراجنا ولم ننم تلك الليلة من دوير رصاص الصادر من مخيم صبرة وشاتيلة القريب مننا وفي الصباح وبينما كنا نغادر إلى سوريا سمعنا أخبار المجزرة الإسرائيلية الكتائبية بحق سكان المخيم من الفلسطينيين واللبنانيين في 17 أيلول 1982 وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر